المشاريع المتلكئة في العراق تفوق بكثير تلك التي أنجزت والتي لم تسلم هي الأخرى من الفساد والتلاعب الذي تقف خلفه جهات متنفذة تتقاسم بينها الغنائم وتترك المغارمة للمواطن الذي يعيش واقعا متداهورا على جميع الأصعب أهل منطقة السعادة الواقعة ضمن قضاء الزوراء شمال شرقي العاصمة بغداد اشتكوا من توقف العمل في مشروع الإكساء والمجال للمنطقة الذي تبلغ قيمته سبع مليارات دينار نحملين محافظة بغداد السابق فلاح الجزائري والمحافظة الحالي محمد جابر العطاء المسؤولية عن الحالة المأساوية التي تعيشها منطقتهم أكيد أكيد فساد لنحن مراجعاتنا للسيد المحافظة فلاح الجزائري عدة مرات كان يطينا وعود وماكو تنفيه وإنما هو بالقبل قال تقريبا ستة شرب تنتهي المنطقة ما يطولد أقل السنة يعني تبلط المنطقة بعد خمس شوارع والحد الآن ما أكتبه المشروع بس نريد نعرف هاي الأموال اللي صرفت وين راحة يعني اللي خصت لهذه المنطقة نعرفها بدايتها إجوا وقالوا على أساس صرفوا سبع مليارات المنطقة السعادة وكيفنا وقلنا هاي بعد منعتها وراح تنتهي الشغلة إجونا لا ماي لا مجاري لا كل شي ما سوا إجوا وخرموا شو الشوارع باقوا السبويسات ويقول الأهالي إن العمل توقف مرات عديدة منه سوى نسبة خمسين بالمئة كما أن الفساد لا يقف على مستوى التسويف فحسب وإنما برداءة العمل أيضا مشيرين إلى أن المحافظة تمنح المشاريع في الأقضية والنواحي لأشخاص متنفذين يسيطرون على المقاولات كان الشغل ما أنه هو بالمستوى المطلوب نهائيا أول شي طلبنا منهم التندر نحن عندنا خلفيات في هذا العمل حتى نجي نحاسبهم على جدول الكميات اللي يشتغلون بي يعني يجيب لها حادلة حادلة هاي البلاستيكية حسا مني يصير ميهواي المنطقة توقف المشروع لا منهولات هاي الشوارع سبع شوارع بالمنطقة التابعة للسعادة القديمة ما يشملوها الحي العسكري بالكامل تركو حي الشهداء التبليط ما لتروح شوفه تفلش يعني المشروع عبارة عن فساد وتدخلات بعض الجهات وخربت المشروع وما أكن جيدة حاسبة لا أكن لجنة تنسيقية حاسبة ولا أكن لجنة مهندس مقيمة حاسبة فالمشروع يعني على المزاج منطقة السعادة التي ليس لها من اسمها نصيب تعيش حالة متكررة في معظم مناطق العراق فمشروع إكساء المنطقة واحد من عشرات المشاريع التي اندثرت وتوقفت عبر الحكومات المتعاقبة لتظهر هذه المشاريع الفاشلة والمتلكئة مقدار البؤس الذي خلفه الفساد والإهمال الحكومة اشتركوا في القناة